الكثير مننا يسعى لأن يعيش حياة صحية لما لها من أثر كبير في الوقاية من الأمراض تحسين المزاج وغيرها نور العواد مدربة نمط حياة صحية سترشدنا كيف نحول حياتنا لنمط حياة صحية أكثر عن هذا الموضوع سعد صباحك أهلا وسهلا فيك سعد صباحك أهلا وسهلا فيك نور سعد صباحكم يا رب يعني نمط الحياة الصحية خلينا هيك بالبداية نوضح شو هو نمط الحياة الصحية للمشاهدي إننا إنه إحنا بنعرفها يمكن بالنسبة للأشخاص تعتبر إشي متفاوت الصحية لإننا يكون غير صحية للأشخاص الآخرين هلأ في فرق بين كلمة دايت وكلمة نمط حياة صحية إحنا لش دائما بنحكي لايف ستايل نمط حياة الإشي اللي أنا بعمله وبكون مرتاح فيه وبقدر أستمر عليه أكتر فترة ممكن أو طول حياتي مش والله دايت بعمله لفترة بسيطة أوصل له مثلا هدف معين بعدين أرجع لعاداتي السيئة عشان هيك هو لايف ستايل بيكون بتحسين نمط الحياة كله تغيير العادات كلها ستب باي ستب مو مرة واحدة يعني مش معقول أجي عند واحد مثلا كل عاداته سيئة أحكي له مرة واحدة خضرة وفواكه ورياضة وهذا لا حيزة بالظبط فإحنا مبلش ستب باي ستب كيف ستب باي ستب مثلا على سبيل المثال أنا إنسان ما بتحرك كتير رح أبلش أزيد من نشاطي أحاول أسكر خطواتي 10 إلى 12 ألف خطوة باليوم بس مش من البداية يعني خلينا نقول أنا إنسان ما بتحرك كتير ببلش ألفين تلاتة خمسة وبزيد بالتدريج المريح الإشي اللي يخليني أقدر أستمر وأكمل تمام أنا إنسان متعود خلينا نقول ما أكل خضرة مع الوجبات الرئيسية بصير أحاول أحط حصة خضرة مع الفطور مع الغداء مع العشاء مثلا مش متعود أبدا أسكر احتياجة من البروتين إحنا منعاني من ناس أغلبهم ما بيسكروا احتياجات جسمهم من البروتين لا بالفطور لا بالغداء لا بالعشفة إذا أنا كنت من هاي الأشخاص ما اعتمد مثلا على المعجنات كفطور فلافل هاي الأصص هلا هي مش ممنوعة بس بدنا نحاول يعني نعتدل زي ما حكيت لك ندخل البروتين بالوجبات الرئيسية تمام أنا إنسان خلينا نقول متعود أخذ سناكات كتير غير صحية خلال اليوم يعني خلينا نقول خمس ست سناكات غير صحية شبس على شوكولاتة على بيبسي على بوزة إلى آخر خليهم سناك واحد يعني ستبا يستبا الواحد بقدر خلينا نقول يحسن نمط حياته ويتعود عليه الرياضة مش مرة واحدة أدخل فيها وكل يوم وساعتنا لا يومين ثلاثة إشي مناسب للاياقتي لنمط حياتي جميل إذن لما نتكلم عن نمط حياتي صحية لا يقتصر الموضوع لتغذية إلى عدة أركان تغذية رياضة وأشياء أخرى ممكن تحسن المزاج مثلا أو تعمل على الحالة النفسية طبعا لمن يحب أن يرتد هذا النمط طيب دائما أو غالبا اللي بديروح لهذا الشيء تكون خطته أو التزامه لمدى قصير هنا السؤال ما العقبات التي تحول دون اتباع هذا النمط الصحي لأنه زي ما ذكرنا الناس بدها بتكون نتائج سريعة صح بفترة أصيرة فبتكون بتتبع أنظمة عشوائية من الفيسبوك من ويريفر يعني بتكون أنظمة خاطئة خلينا نقول كلياتها حرمان عينات من الطعام بيحرموا حالهم يعني بقطعوا خبز بقطعوا سكر وبقطعوا نشويات ورز وبيعيشوا على أشياء جدا بسيطة فهذا الأشي الأساسي اللي ما بيخليهم يستمر يعني أنا مش معقول جسم مثلا بيحرق كل يوم وأنا قاعدة 1300 1400 كالوري أروح أعطي 500 كالوري باليوم يعني الجسم من جوه بتدمر البيتامينات بتدمر الصحة الشعر كل إشي بيتأثر فهذا السبب الأساسي اللي هو الحرمان لكن إذا كان نمط حياتنا معتدل من أكل باعتدال من غير حرمان الواحد أكيد بيقدر يستمر يعني عدم وجود خطة مثلا طويلة الأمن بالضبط وبطريقة مدروسة هذا أهم الأساسي الناس بدها نتائج سريعة فترة أصيرة أنظمة عشوائية تفاحة على الفطور صدرجاج على الغداء علبة لبن على العشاء يعني الجسم بتعب جدا وما بيقدروا يستمروا نهائيا طب هل من الصحيحنا الواحد يحط أو ينظم وجباته على بداية الأسبوع ويلتزم بهذا الموضوع؟ بصراحة هذول الناس اللي عندهم مثلا شغل أو بيكونوا طول الأسبوع مثلا دكاترة إلى آخر يفضل طبعا يحطوا يوم بالأسبوع يجهزوا في وجباتهم يتبلس دورة الدجاج مثلا اللحمة يجهزوا بصادر النشويات يقطعوا الخضرة يحطوها بالتلاجة هاي الأشي بساعدهم يلتزموا أكتر بساعدهم يكونوا منتظمين أكتر عشان يعني ما يخبصوا يكونوا الواحد بالدوام أكيد مش فاضي فبتلاقيه بيستسهل أنه يطلب جاهز وهي المشكلة بالدوام مثل ما انت ذكرت يعني حتى إذا هو كان معه أكله ملتزم عندما يشوف زملائه بالعمل كلهم يلا الفطور الجماعي الغضاء الجماعي ممكن يضغف هنا بتيجي نقطة الاعتدال هنا بتيجي نقطة الموازنة بين احتياجات الجسم ورغبات الجسم على سبيل المثال فطور جماعي أكيد رح يكون فيه كيك معجنات كبة ممكن وراء عنب فأنا بيكون معاي فطوري الصحي بخلصه الحمد لله أموري تمام ممكن أشارك زملائي بقطعة كيك صغيرة قطعة حلو صغيرة وراء عنب يعني إشي بسيط لأنه أنا أوردي بكون شبعت احتياجات جسمي أنا شبعان فما رح أكل بكميات كبيرة أما إذا أنا كنت جوعان أوردي ومش مجهز وجباتي فرح أكل من الكب أكل الغلط كميات كبيرة وبعدها مباشرة رح أجوع لأنه هاي بتكون مصادر نشويات ما يعني بتنهضم بسرعة وبالتالي بجوع بسرعة بضلي طول اليوم على تخبيص صح صح طب لمن يعانوا من إدمان السكر أو لازم يأكلوا بيومهم شيء من الحلو مثلا كيف ممكن ندخلهم لنمط حياة صحي تدريجيا لإيقاف هذه العادي هلأ بالغالب الناس اللي بتشتهي الحلو بكميات كبيرة بتكون ما بتسكر احتياجات جسمها بطريقة مدروسة كيف يعني؟ يعني ما بتسكر احتياجات جسمها من البروتين ومن الألياف الخضار بيكون أكلها فقير بهذول العنصرين فلما إحنا نعمل توازن لما ندخل البروتين والألياف بكل وجبة الفطور للغدى العشاء لما أنا أشبع صح من وجبتي الأساسية رح تخف كتير نسبة شهيتي للحلويات دائما نحكي للناس اعملوا زي ما ذكرت توازن بين الاحتياجات والرغبات يعني خلوا 70-80% من الأكل الصحي 20-30% غير صحي على سبيل المثال أنا احتياجي خلنا نقول 1600 كالوري لخسارة الدهون ممكن أخذ 1300-1200 كالوري أكل صحي وأستمتع بأشياءات غير صحية هنا أريش 200-300 أو حتى لا حد 400 كالوري خلال اليوم ويفضل يعني الأكل الغير صحي أو الحلو ما يكون على الريء هلأ إذا بدنا ناخده على الريء بدنا نكون نتحكم بالكمية تمام؟ بس الأفضل طبعا أنه ناخده بعد وجبة رئيسية مشبعة أنا خلص شبعت ما رح أكل كمية كبيرة فبكتتي بقطعة صغيرة ويكون شبعك رغبتي بالحلو جميل هلأ بما أنه ذكرنا موضوع الرياضة فبدي توضحي عن جد أهمية الرياضة للجسم يعني حتى لجسم الشخص بعيدا عن أنه اتباع نمط حياة صحي قدي مهم الرياضة بحياتنا وقدي مهم أن الواحد يلتزم فيها وشو رح ينعكس هذا الإشي على جسمنا؟ أول إشي وأهم إشي الرياضة ترفع الحرق إذا كنت متبع نمط حياة صحي وأكل صحي يعني رياضة مع أكل خاطئ ممكن يقل الحرق وممكن يقل العضل عرفتي علي يعني فيه ناس بتحكي لك أنا مهم أني أروح أتمرن وشو يعني بيجوا بيسألوني بيحكوا لي أنا بلعب رياضة بس يعني مش متبع نمط حياة صحي أو باكل شو ما بدي بنحف ما بقدر أجاوب لأنه ممكن أنت تنحف بس شو تنحف أنا ما أعرف ما رح يكون مين لخسارتك للدهون ممكن تخسر عضل هلأ الفائد الأساسي زي ما ذكرت للرياضة رفع الحرق رفع كتلة العضلية بصير الجسم أكيد شكله أحلى متناسق أكثر تمام بس زي ما ذكرنا أنه الناس بتفكر الرياضة إشي يومي إشي صعب إشي إجهاد للنفس أنا بدي أعمل الرياضة عشان أستمتع والرياضة أنواع أنا مش مقيدة والله ألعب رياضة المقاومة كل يوم أنا ما بحب المقاومة ممكن أنا بحب الزومبا ممكن أنا بحب السباحة يعني ممكن أختار الرياضة اللي أنا بستمتع فيها بحبها ومناسب لنمط حياتي أنا إنسان مثلا بداوم بروح الجامعة برجع يومي معجوق مش معقول أروح خمسة أيام بالأسبوع ثلاثة أربع أيام كفاية ممكن نص ساعة مثلا مقاومة ربع ساعة كارديو أمرن كل جسمي مش مقيد مثلا ألعب سكوات طب أنا ما بحب السكوات في بدائل أنا دائما بختار التمرين اللي أنا بحبه وبقدر أتقنه وشوي شوي متزيد كفاءة تمرينك وما تضغط على جسمك أهم قاعدة أنا بحكيه ليكل دائما listen to your body وما تضغط نهائيا على جسمك عشان تستفيد من الرياضة أنت سألتي شو فائدت الرياضة عشان تحسن النوم تحسن المزاج ترفع الحرق لازم يكون في توازن بين هاي الرياضة نشاطي الأكل وراحتي ونومي نعم عرفتي؟ واحد من هدولها صار في خلال مثلا نومي مخربط رح يأثر على باقي العناصر ممكن ما أستفيد كثير من الرياضة أكل مخربط برضو نفس الإشي فهي الموازنة لازم تتم بشكل صحيح وعلمي عشان عن جد إحنا نستمتع بهذا النمط ونستمتع بالرياضة وبالأكل الصحي جميل رائع كما ذكرت في البداية أنه النمط الصحي لا يقتصر على الغذاء أو الرياضة أيضا هناك الصحة النفسية حب نسمع منك طبعا هلا أول بشكل عام لما أي حدا يراجع دكتور نفسي أش بسأله أول سؤال كيف طبيعة أكلك وشو نشاطك كيف بتتحرك وأول طلب الدكتوري النفسي بيطلبه من الشخص اللي بيراجع عنده أنا بدي منك كل يوم تمشي نص ساعة ليش عشان تجدد الخلايا بالجسم يتحرك الدم بالجسم فقديش طبعا الرياضة رح تنعكس نفسيا وجسديا على الوجه وعلى الشكل الجسم طبعا يعني بتلاقي الواحد اللي متبعادات غذائية صحيحة بطريقة علمية مع الرياضة وجه سبحان الله دائما نمنور ما بيبين عليه العمر نفسيته منيحة أموره تمام يعني أصلا حتى إحنا أحيانا منهرب من ضغوطات الحياة بالرياضة صحيح بروح مثلا بشغل الاشي اللي أنا بحب أسمعه بعمل الرياضة يعني بحس عن جد بطلع من موضي الدنيا نعم بالواحد بغير بغير كل نفسيته مية بالمية بالإضافة لأنه أساسا يعني الواحد صعب يتبع نمط حياة صحية إذا كانت النفسية غير صحية النور بد منك كنصيحة لجميع العدينا بيتابعونا لا للحرمان ما تحرموا حالكم من ولا إشي بتحبوا وازنوا اعملوا موازنة بين الراحة والنوم والأكل والرياضة ما تخلوا هذا الميزان يختل خلينا نقول نوعا ما حبوا حالكم حبوا أجسامكم اشتغلوا ستب ستب ما تحطوا أحلام يعني بعيدة يعني قصيرة المدعب أنا بدي أحف مثلا عشر كيلو بشهر بعدوا عن الخلطات وأدوية التنحيب وهاي الشغلات اللي خلينا نقول أثرها إن كان جاوب في البداية فرح يكون سيئ جدا على المدى البعيد نعم عيشوا كل شي بالبساطة ويقول سبحانه وتعالى كله واشربوا ولا تفسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهذا هو المبدأ الأساسي للاعتدال عننا نعم بالله شكرا لك العفو شكرا شكرا لك العفو موضوع مهم وحلو الواحد فعلا خلي حياته صحية لأنه سيلقى نتائجها بتقدم على المدى البعيد إن شاء الله شكرا لليل شكرا لليل شكرا لليل